اشتركوا في القناة وتم تعذيبه بأبشع الطرق فانظروا إلى آثار التعذيب هذه رصاصة في ذراعه الأيمن اخترقت ذراعه من هذه الجهة خرجت من هنا دخلت في صدره هناك في طلقة طلقة في بطن وطلقة أخرى في جهته اليسرى فانظروا إلى الكدمات التي في وجهه مع كسر العنق وانظروا إلى الكدمات التي في ساته اليمنى إضافة إلى أبشع ولم يكتقوا بهذا القدر من التعذيب بل قطعوا ذكره ثم رميه بالرصاص فانظروا لا ذكر له قطعوا ذكره فانظروا إلى هذه الإصلاحات التي دعا دعا إليها بشار الغادر فأبى فأين لفنة حقوق الإنسان وأين محكمة الجناية الدولية وأين دعاة الحرية ولا حول ولا قوة إلا بالله تاريخ 25-5-2011 يوم الأربعاء نصر الله ترجمة نانسي قبل ترجمة نانسي قبل ترجمة نانسي قبل